ابو يوسف. ايوه. ايه راك في الوقت اللي هو خنق امراته عشان بتقول له ام صلي. اه ده كان مفروض لما جات لو رواحت لابوها. اه. ما كانش رجعها له تاني. لان ده كافر. تارك الصلاة كافر. اه والله. وبعدين ناجس في نفس الوقت لانه بيشغل افلام بحقيقة على التليفون بتاعه. يعني فيه المنسلتين. يعني الاتنين في بعض. اه. بسي ترجعها له اه لان انت يا ابوها مشترك في دمه. الاتنين طبعا. اه. الوقت دي. احسبها ربنا يتكبلها مع شؤداء يا رب. امين طبعا عملت حاجة كويسة. بقت تأمره بالصلاة صلي 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 صلي. اه. وهو مش هنا خالق. ده دي ربنا ربنا يكرمها. اه. ربنا يكرمها. وبعدين خلاها يعني دخلت نامت بعد صلاة العشرة دخل خنائها. اه. وسحبها عالسطحة على انها هي بتنشر الغسيل ووقعت. اه. اه. لكن ربنا كشفو. اكيد ربنا. ولو الزرقان حوالين رقبتها. اه. اه. ابوها ده. بشركوا بدمها. اه. اه. صحيح معكها. ازا جاءكم من ترضو ندينه وخلقاه. صحيح. 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 السيد تجوز بنتك لترك الصلاة. طبعا. طبعا. انت كده خطعت رحمها. والبنت بتخليها يعني بتشجعها الصلاة وهو اعمل ذات كلام ده. اه. وتقول له صلي وبدل ما وأمر اهلك بالصلاة بدل ما الراجل يأمر مراته هي اللي كانت بتأمره بالصلاة. اه. ربنا ربنا جزاخير. وصلت العيشة ربنا يبارك لاوي. ربنا جزاخير. ويتقبلها يا رب مع الشهداء. الله معمين يا ربنا. حسين على اختي ديا اللي اللي ماتت مخنوقة دي. ربنا جزاخير. ده كان انا فرحان لها ان ان شاء الله بجنة الناعين. بإذن الله ان شاء الله.